السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درس جديد خاص في كورس البي ألسي هذا الدرس سيكون لكل المستويات الخاصة في البي ألسي سواء المستوى الأول أو المستوى الثاني أو الثالث أو المستويات المتقدمة فإذا كنت تتعامل مع البي ألسي لازم تتابع هذا الدرس بشكل جيد وستجل أهم الملاحظات التي سيذكرها خلال هذا الدرس هذا الدرس سنتحدث عن الحساسات ورح نختار نوع واحد من الحساسات اللي هو الحساسات التقاربية حتى نعرف ما هي الحساسات التقاربية فلازم تتابع الشرح والسجد مثل ما ذكرنا أهم الملاحظات اللي رح نتطرق لها في هذا الدرس الأغلب من عندنا سامع عن الحساسات التقاربية لكن ما يعرف ما هي مبدع حملها وكيفية ربطها وما هي أنواحها وكيفية ربطها مع البي ألسي فهذا الدرس رح تعرف كل هاي الأسئلة ورح نجاوب عليها بالتفصيل فحتى تعرف الحساسات التقاربية لازم تاخد نبذة مختصرة عن الحساسات التقاربية فالحساسات التقاربية بشكل عام هي عبارة عن أجهزة قادرة على استشعار الأجسام أو الأهداف التي تقترب منها عندك حساس وعندك جسم معين فمن يمر هذا الجسم المعين من أمام الحساس رح يستشعر الحساس أنه جسم ما أصبح أمامه فوظيفة الحساس هو استشعار الأهداف التي تقترب منها عند دخولها ضمن مجال الاستشعار مجال الاستشعار يعتمد من حساس إلى حساس ومن نوع إلى نوع وأيضا رح نتطرق عليها في هذا الدرس طبعا الحساسات التقاربية مبدع عملها يعتمد على المجالات المغناطيسية أو الأشعة تحت الحمراء أو الضوء فكلها أيضا رح نتطرق عليها خلال هذا الدرس فلو نلاحظ هذا المثال التوضيحي عن الحساس التقاربي هذا هو الحساس التقاربي طبعا في أطراف وير أمبوت أو أوتبوت يعني مصدر التغذير لغذي الحساس أو الأوتبوت فمن يصبح أي جسم أمام هذا الحساس فرح يعطي خرج إلى الأوت يبين أنه جسم أصبح أمام هذا الحساس وأيضا هذا مثال توضيحي ثاني لو تلاحظ هذا الحساس التقاربي فمن تصبح هذه المادة أمام الحساس رح يعطي إشارة خرج إذن هذا هو مبدأ الحساس بكافة أنواحها هو يبين أنه هناك جسم أصبح أمام الحساس إذن هذا الوظيفة العامة للحساس بكافة أنواحها رح نأخذ أنواع الحساسات التقاربية الحساس التقاربية بأنواع متعددة تعتمد على أساسات مختلفة فأول تقسيم لأنواع الحساس التقاربية يعتمد على المادة اللي راح يلتقطها هذا الحساس فأنا عندي ثلاث أنواع من الحساسات التقاربية اللي هو الاندكتف بروكسيميتي سنسر أو الحساس التقارب الحثي هذا الحساس التقارب الحثي يكشف إذا كان أمامه جسم معدني يعني إذا مر من أمامه جسم معدني راح يكشفه إذا غير معدني ما راح يكشفه فالاندكتف بروكسيميتي سنسر يكشف فقط الأجسام المعدنية اللي تقترب من عنده طبعا هذا النوع راح يعتمد على فتشيء اسمه المجال المغناطيسي فيبعث موجه بتردد عالي ورح يحدث مجال مغناطيسي راح تكتشف الدائرة اللي موجودة داخل الحساس إنه يلالك جسم معدني أصبح أمام هذا الحساس فإذا أول نوع اللي هو الاندكتف بروكسيميتي سنسر النوع الثاني اللي هو الكابوسيتف بروكسيميتي سنسر أو الحساس التقارب السعوي هذا النوع راح يختلف عن النوع الثاني راح يستشعر المواد جميعا بما في ذلك المعادن وغير المعادن يعني إذا عندك إنت جسم معدني أو غير معدني هما راح يكتشفه وأيضا راح يكتشف السوائل والمساحير والحبيبات وغيرها من المواد فهذا أيضا هناك يعتمد على أساس مبدع عمل السعة أو المكثف أيضا راح تتغير من خلال مرور الإجسام اللي راح تمر من خلاله أو كنوع ثالث وهذا أيضا أصبح في الوقت الحالي كثير الانتشار اللي هو الفوتو اللي كترك سنسر اللي هو الحساسات التقاربية الكهروضوية هذا يعتمد أنه يرسل موجة ضوئية وأكفد مستقبل يستقبل هاي الموجة فمن يصبح جسم أمامه فرح يقطع هاي الموجة الضوئية طبعا هاي الموجة الضوئية ربما تكون مرئي أو غير مرئي ربما تكون مرئية أو غير مرئية فمن يقطع الموجة راح المستقبل اللي طبعا فيه جزئين فرح تنقطع عنه الموجة الضوئية فرح يتحسس أنه هناك جسم أصبح أمامه أو قطع هاي الموجة وهذا النوع منتشر بشكل واسع في الوقت الحالي أما أشكال الحساسات التقاربية راح تكون شكلين أو اللي هي الأكثر انتشارا يعني أنواع الحساسات التقاربية من حيث الشكل راح تقسم إلى نوعين راح تكون إما شيلدد أو انشيلدد يعني إما يكون الحساس بارز أو غير بارز يعني بمعنى أنه لو لاحظ أنه هذا النوع انشيلدد أوكي أوكي ببروز هذا أو النوع الثاني اللي هو الشيلدد سنسر هذا أوكي فرح يكون الجزء الخاص بالحساس بارز هذا الجزء اللي هو راح يتحسس الأجسام اللي تقترب من عنده والنوع الثاني راح يكون شيلدد يعني راح يكون يعني غير بارز هذا النوع أوكي هذا النوع يختلف عن هذا النوع أنه هذا النوع اللي هو الانشيلدد راح يكون يتحسس الأجسام من جميع الاتجاهات اللي خاصة في هاي القطعة أوكي خلال هاي القطعة أوكي بينما هذا النوع راح يتحسس فقط من الأمام فقط من الأمام هذا الحساس يعني إذا مر جسم من أمام هذا الحساس فراح يستشعره أما هذا النوع ربما من الأعلى أو من الأسفل أو من اليمين أو اليسار فراح يستشعرها هذا الحساس أوكي فأكو نوعين عندي هو الانشيلدد وشيلدد هاي بالنسبة تقسيم الحساسات التقاربية من نوع الشكل طبعا هذا الشيلدد وانشيلدد ربما يكون بروكسيمتي عفوا ربما يكون اللي هو الاندكتيف أو الكاباستيف أنواع الحساسات من حيث عدد الأطراف احنا نعرف أنه كل حساس كهرباء إلى أطراف تربط بيها المصدر التغذية أو الخارج فتقسم الحساسات التقاربية من حيث عدد الأطراف إلى عدة أقسام من أهم الأقسام اللي هو يكون الأطراف الخاصة بيه two-wire two-wire proximity sensor يعني بطرفين فقط هذا النوع رح يكون بهذا الشكل طبعا أيضا ربما يكون شيلددد أو انشيلدد أو ربما يكون اندكتيف أو ربما يكون كاباستيف أو فوتو الكتريك سنسر فكلها واردة فمثل ما ذكرنا هاي الأقسام تختلف من حيث عدد الأطراف من حيث عدد الأطراف فأول نوع اللي هو رح يكون two-wire فأيضا لو تلاحظ أن هذا النوع اللي هو two-wire بطرفين فقط في طرفين فقط هذا النوع رح يكون مبدع عمله هو كأنما switch هذا السويتش ربما يكون normally open أو يكون normally closed بمعنى لو أنا لاحظت هذا الحساس اللي هو two-wire هذا راح أغذيه بمصدر تغذية هذا المصدر التغذية ربما يكون DC أو AC ربما يكون تيار متردد أو يكون تيار متنوب والcontact اللي بداخل هذا الحساس أيضا ربما يكون normally open أو يكون normally closed فرح أغذيه بمصدر تغذية L1 راح يدخل إلى الحساس بهذا الشكل L1 الخارج راح يروح على الcontactor أو PLC أو RELAY فإشارة اللي راح تخرج من عنده هي نفس هالإشارة اللي راح تدخل بمعنى لو أنا عندي two-wire هذا هذا two-wire L1 وهذا الطرف وهذا الطرف فرح أخذ هنا على سبيل المثال أنا راح أغذيه بإشارة DC هذا النوع من الحساس هو DC voltage أو أكون نوع AC فعلى سبيل المثال أنا راح أغذيه بVOLT DC فرح أنطيه موجب راح يخرج أيضا موجب والسالب راح أغذي الطرف الcontactor الثاني الcoil الخاص بالcontactor لازم أغذيه في السالب حتى يشتغل هذا الcontactor أو PLC فرح يدخل موجب إشارة موجب ويخرج إشارة موجبة راح تروح إلى الcontactor أو PLC هذا اللود هو contactor أو PLC أوكي والطرف الثاني الخاص بالcoil الخاص بالcontactor أو الرلي أو PLC لازم أغذيه بالسالب فهذا الحساس راح يعمل كأنما switch normally open أو normal close فإذا كان normally open من يقترب جسم من أمامه راح يكون normally close وإذا كان normally close من يقترب جسم من أمامه راح يصبح normally open وهذا أيضا مثال توضيح هذا البلع على الرسم المخطط يبين ما بداخل هذا الحساس فلو تلاحظ هو normally open وغذيت هذا راح يخرج على سبيل المثال الآن غذيته موجب 24 راح يخرج من الطرف الثاني موجب 24 يروح على الطرف الأول من الكويل ما تكون تكتر أو الطرف الخاص في المداخل الـ PLC فرح يروح موجب وأيضا إذا غذيته سالب راح يخرج سالب مثل ما ذكرنا هذا النوع من الحساسات ربما يكون normally open أو normal close أو ربما أغذي بولتية DC أو AC يعني إما DC أو AC أو أقوى أنواع تقبل المصدرين إما DC أو AC فإذا هذا النوع من الحساسات راح يكون سهل جدا ومثل ما ذكرنا اللي هو يكون 2-wire proximity sensor هذا النوع الأول النوع الأول جدا سهل الرابط ما تم وأيضا راح أنتق لكم إلى مثال توضيحي بعد أكثر حتى تكون مفهومة للجميع راح أخذ هذا المثال التوضيحي هذا هو الحساس هذا الحساس بطرفين طرفين ودائما يكون باللون البني أو الجوزي واللون الأزرق فهذا على سبيل المثال أخذت من عنده هذا المصدر موجود مصدر 0 و 24 فولت يعني سالب موجب أو موجب 24 وسالب 24 فأخذت من عنده موجب 24 غذيته باللون الواير البني فرح يخرج أيضا موجب 24 موجب 24 فرح يروح وين؟ على الحمل أو الكنتكتر أو البيلسي فرح يروح شنو إشارة موجبة الطرف الثاني الخاص بالكويل ماتي الكنتكتر أو البيلسي فرح أخذه أغذي بالسالب لو تلاحظ هذا الطرف الثاني مغذي بالسالب 24 فولت أو 0 فولت دي سي فأنت استخدامه جدا سهل وربطه جدا سهل هذا مثال توضيحي ثاني هذا مثال توضيحي ثاني حتى يبين لك مبدع عمل البيلسي فدائما اللون البني يكون اللي هو المدخل على سبيل المثال أو الأطراف مالته هي تكون باللون البني واللون الأزرق فأنا غذيتها ب24 فولت خرج موجب 24 هذا الكنتكتر لازم أغذيه بسالب حتى يشتغل من يقترب جسم من أمام الحساس فرح تصبح نورمالي أوبن رح تكون نورمالي كلوزي ويمرر التيار إلى الدارة وتكتمل الدورة هذا النوع الأول من الحساسات التقاربية اللي هو يكون تو واير مثل ما ذكرنا هذا تو واير ربما يكون نورمالي أوبن ربما يكون نورمالي كلوز ربما يكون شيلدد ربما يكون انشيلدد ربما يكون اندكتف كبازيتف فحسب الأنواع مثل ما ذكرنا الأنواع اللي موجودة في البروكسيميتي سنسر مختلفة جدا وتختلف على مبادئ معينة فهذا النوع يختلف الأنواع ماتية تعتمد على الأطراف الرابط رح ننتقل إلى نوع الثاني اللي هو يكون ثري واير بروكسيميتي سنسر يعني الأطراف ماتية رح يكون ثلاث أطراف واللي هو أكثر انتشارا في الوقت الحالي هذا ثلاث أنواع بنوعين هذا الثلاث عفوا ثلاث أطراف بنوعين إما يكون من نوع NBN أو يكون BNB أوكي أما يكون من نوع BNB أو يكون NBN أوكي فرح ناخذ NBN والBNB بالتفصيل بهذا الدرس وأيضا كل نوع أما يكون normally open أو normal close أما يكون normally open أو normal close مثل ما ذكرنا البروكسيميتي سنسر هو بداخله كونتك يتحسس المواد التي تقترب من عنده وبعدها يغير هذا الكونتك فهذا الكونتك ربما يكون normally open وربما يكون normally close فحتى نميز بين BNB والNBN وشنو الفرق بينهن راح أشرح لكيها بشكل مبسط فلو اللاحظ أول نوع اللي هو يكون به ثلاث أطراف هذا الطرف اللي هو اللون البني البلاك اللون الأسود والبلو اللي هو اللون الأزرق هاي دائما في الغالب هاي الألوان لتلاثة إذا كان ثري واير وإذا تو واير راح يكون باللون الجوزي واللون الأزرق نفس ما اطرقنا قبل قانية فالNBN بثلاث أطراف اللي هو اللون البني اللون الأسود واللون الأزرق هذا سواء كان NBN أو PNB فشنو الفرق بينهن لو لاحظ أو أنه كلمة NPN اللي هو يدل بمعنى أنه هذا negative هذا positive هذا negative فمعناته أنه 2 negative لو لاحظ أنه 2 N P N N negative P positive الـ N الثاني اللي هو راح يكون negative وهذا ذكرنا بأنواع الترانزيستر اللي دارس أنواع الترانزيسترات راح يلاحظ أنه هذا النوع مطابق للترانزيستر اللي احنا دارسيه في دراسة الجامعية فهنا لك أنواع اللي احنا ما خفيها اللي هو N B N و B N B ونفس المبدأ راح يكون هنا موجود ف N B N لو لاحظ N B N هو لو لاحظ أنه أكو إشارتين negative يعني إشارتين سالبة بمعنى هذا الحساس يدخل لموجب سالب 24 اللي هو N B N N وال B هاي الأول N وال B فهاي معناة الدخول حتى تكون واضحة للجميع N هو negative يعني السالب وال B هو positive يعني الموجب والخارج جمال ت negative يعني الخارج جمال هذا الحساس راح يكون negative أوكي فدائما راح أغذي موجب 24 لو نلاحظ أنه موجب V 0 volt لو نلاحظ أنه موجب volt 0 volt أو سالب فرح أغذي موجب 24 وسالب 24 راح يخرج لي شنو سالب فرح يخرج هذا سالب هذا فدائما المداخل راح تكون باللون البني واللون الأزرق تمام هذا إذن البني واللون الأزرق هو راح يكون الدخل الخارج هو دائما يكون باللون الأسود فهذا اللون الأسود راح يكون عبارة عن إشارة سالبة أوكي أما إذا لاحظ إنه البي ان بي رح يكون بوزيتف موجب وسالب والخارج رح يكون بوزيتف اللي هو إشارة موجبة فرح يدخل قلنا الدخول مالته هو اللون البني واللون الأزرق فغذية 24 فولت هذا رح يكون موجب هذا رح يكون سالب الخارج مالته رح يكون عبارة عن بوزيتف يعني إشارة موجبة أوكي إشارة موجبة فعلى سبيل المثال أنا عندي كونتكتر هذا الكونتكتر هذا اللي هو المستطيل هذا يمثل الكويل الخاص بالكونتكتر فإذا نريد نربط طويل NBN فالكويل لازم يكون تجي إشارة موجبة وإشارة سالبة فالخارج مالتهذا الحساس رح يكون إشارة سالبة فلولاحظ أنه الطرف هذا الأسود رح يكون بالإشارة السالبة لأن هذا النوع من الحساس هو NBN فالسالب رح يروح على واحد من أطراف الكويل الخاص بالكونتكتر أما الطرف الثاني الخاص بالكونتكتر لو تلاحظ يتصل بالموجب يتصل بالموجب يعني هذا الطرف الخارج مالته هو عبارة عن سالب اللي هو باللون الأسود هو عبارة عن إشارة سالبة لأن هذا النوع من الحساس هو NBN أما النوع الثاني من الحساس اللي هو PNP لو نلاحظ رح يتخلى اللي هو من اللون للبني وهو اللون للأزرق رح يتخلى 24 فولت موجب باللون للبني السالب باللون للأزرق رح يخرج من عنده إشارة موجبة فرح يخرج إشارة موجبة لأن هذا النوع من الحساس هو PNP رح يخرج من الحساس يخرج اللي هو اللون للأسود رح يخرج إشارة موجبة رح تروح على واحد من أطراف الكويل الخاص بالكونتكتر وبعدها رح يروح على الصفر فولت لأن هذا الكويل ماتي كونتكتر لازم أغذيه بموجب فالموجب رح يخرج من الحساس والسالب هو رح يخرج رح أغذيه من المصدر الرئيسي فلازم أغذيه من موجب لأن هذا النوع من الحساس PNP رح يكون من الخارج ماتي الحساس أغذيه بالكويل ماتي كونتكتر فإذن الثري واير بنوعين إما يكون PNP أو يكون NBN هذا ال NBN وال PNP إما يكون normal open أو يكون normal closed أو يكون inductive أو يكون capacitive أو يكون shielded أو يكون shielded وهذه النوع مثل ما ذكرنا اللي على أساسها تقسم عمل proximity sensor رح أنتقل على مثال توضيحي لو لاحظ هذا المثال التوضيحي حتى يكون واضح هذا المثال التوضيحي يبين مبدع عمل الثري واير مثل ما ذكرنا PNP هذا النوع الأول اللي هو ال NBN فرح يكون الخارج مال تأشارة سالبة N مو يعني NB هذا يمثل power supply اللي تغذي اللي هو الحساس الرقم أو الرمز الأخير هو يمثل الخارج فهنا رح يكون عبارة عن موجب سالب فأغذي موجب سالب فاللون أو البني رح يكون هو عبارة عن الموجب واللون الأزرق هو رح يكون عن السالب 24 فولت الخارج رح يكون بالسالب باللون للأسود الخارج هنا بما أنه الحساس NBN فرح يكون الخارج سالب هذا الخارج السالب فغذيت به الكويل مات الكنتكتر الكويل مات الكنتكتر لازم يحتاج شنو إشارة إشارة موجبة لأن السالب رح يجي من الحساس الموجب رح أخذه مباشرة من المصدر الرئيسي هذا النوع اللي هو اللي هو ال NBN أما النوع الثاني اللي هو ال PNP هذا ال PNP لو نلاحظ أنه غذيته اللون الجوزي هذا بال 24 فولت موجب وهذا بالسالب 24 فولت بما أنه PNP فالرمز الأخير هو P يعني بوزيتف فرح يخرج لإشارة بوزيتف أو موجب أما السالب رح أخذه من السالب الرئيسي الخاص بالبور سبلاي أوكي مفهومة إن شاء الله وأيضا رح نأخذها في الدرس القادم بشكل عملي كيفية ربطها مع البيانسي إذن أخذنا ال 2 وير أكو نوع ثالث اللي هو ال 4 وير يعني اللي هو ال 4 ويرات ولكن يكون قليل الانتشار فرقه هو نفس الضبط نفسه بالضبط ال NBN وال PNP يعني نفس التقليل مهم أيضا ب NBN و PNP لكن أكو طرف رابع الطرف الرابع يعتمد على ال CONTACT بمعنى يعني هذا الحساس أكو من عنده NORMALLY OPEN و NORMALLY CLOSE لكن ال 4 وير رح يكون بNORMALLY OPEN و NORMALLY CLOSE بنفس الحساس يعني أيضا الأطراف مالتا رح تكون اللي هو الرماد البني واللون الأزرق واللون الأسود رح يكون الخارج هذا الخارج أما مثل ما ذكرنا يكون NORMALLY OPEN أو يكون NORMALLY CLOSE أما ال 4 وير رح يكون أكو طرف رابع اللي هو دائما يكون باللون الأبيض رح يكون عكس اللي هو الأسود بمعنى إذا كان الأسود NORMALLY OPEN رح يكون الأبيض NORMALLY CLOSE أو العكس وأيضا هذا الأبيض اللون الأبيض واللون الأسود رح يكون إما موجب أو سالب مثل ما ذكرنا يعتمد على نوع الحساس إما يكون BNB أو يكون NBN إذا هذا ال 4 وير فقط اختلافه هو في ال CONTACT بمعنى يكون CONTACT NORMALLY OPEN و NORMALLY CLOSE في نفس الوقت أما ال 3 وير رح يكون فقط إما NORMALLY OPEN أو NORMALLY CLOSE وهذا NORMALLY OPEN أو NORMALLY CLOSE رح يكون أيضا بال 2 وير أيضا بNORMALLY OPEN وأيضا في NORMALLY CLOSE وهذا أيضا إذا نريد نربط الحساس مع ال PLC هذا النوع BNB إشارة اللي يخرج من عدها هو الموجب فأشوفها سلاو نلاحظ أن الأسود الخرج مالته إشارة موجبة رايحة إلى ال PLC أوكي وهذا النوع اللي هو ال NBN الإشارة اللي رايحة إلى ال PLC رح تكون إشارة سالبة يعني اللي رايحة على الأنبوت الخاص بال PLC راح تكون إشارة سالبة هنا وهنا راح تكون إشارة موجبة فلازم هنا تنتبه إليها بشكل جيد خاص إذا تتعامل مع البياطشي وهي اللي هي الأطراف الخاصة بال الواير هاي الأطراف الخاصة بالوايرات اللي موجودة على الحساس ال 3 وير اللون البني أو الجوزي واللون الأزرع واللون الأسود اللون اللي هو الجوزي راح يكون positive اللون الأزرع راح يكون negative الأسود راح يكون الأوت فالأوت هذا راح يكون إما سالب أو موجب يعتمد على شنو على نوع الحساس إما يكون PNB أو NBN بالنسبة للمجالات اللي نستخدم بهذا الحساس نقدر نستخدمه حتى على سبيل المثال هذا المثال التوضيحي عندي هذا الناقل فمن يقترب هذا البوكس من الحساس راح يطفي هذا الناقل لو أنه حاليا برا شوف من اقترب راح يصير stop تمام هسلا حضغط start بعد اشتغل راح يصير عندي مكان الران راح يكون عندي stop مكان اللي هو التشغيل راح يطفي عندي هذا الناقل أوكي هاي دائما نستخدمها في مجال عملنا أو في المجال الصناعي بشكل عام ومثل ما ذكرنا انه هذا الناقل من اتمر من امام المواد راح يتحسس ورح يعطي إشارة الى PLC او control اللي انت مستخدمه فهنا تقدر تستخدمه ك counter يعطي إشارة ولل بي أل سي على سبيل المثال حتى يحسب لي عدد المواد اللي مرت من خلاله او يعمل عامل ثاني انت حسب البرمجة الخاصة في الحساس مع المايكرو كنترولر او بي أل سي بشكل خاص ان شاء الله واضح اليك هذا الدرس الدرس القادم ان شاء الله راح يكون عملي راح نطبق الحساسات ونستخدمها وكيفية معرفة انواحها بشكل عملي حتى تكون واضحة للجميع ان شاء الله مفهوم الى هذا الدرس اذا الدرس ما مفهوم عيد الدرس سجد بعض الملاحظات اذا كان ايضا ما مفهوم تقدر تسألني بالتعليقات وان شاء الله راح اجعبك الى هنا نصل وياكم الى نهاية الفيديو تقبل وتحياتي والى اللقاء اشتركوا في القناة